نحن نروح لمساحة من العمل الإنساني والعمل التطوعي وأنشغة مشروع سبل أكيد نتعرف علي مع ضيفتنا وعد عمادة مشرفة أكيد اختصاصية في قسم الطفولة المبكرة وأيضا عقاب الحلبي منصق أعمال مشروع سبل التنموي يسعد صباحكم عن جديد أهلا وسهلا فيكم يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم نحن نبدأ مع حضرتك سيد عقاب هل نحكي قليلا عن مشروع سبل والأهداف التي تسعرونها إلى من خلال هذا المشروع مشروع سبل التنموي اليوم بعد اختصاصه الأساسي هو الطفل والهدف الرئيسي الذي يعمل عليه هو الطفل فاليوم صار في عنا فرز أكبر يعني صار في عنا مشاريع أوسع للطفولة بعيدا عن الخدمات التي يقدمها المشروع من خدمات الدعم النفسي التدريبي والإضافة لخدمات الدمج الاجتماعي لأطفال الفئات الخاصة وأطفال الطبيعيين إذا بنا نصنفهم بهذه الطريقة سيكون في عندي بهذه الصيف مشروع ونادي صيفي لهذا يخص أطفال الفئات الخاصة يتضمن أنشطة الدمج اجتماعي بمعنى خارج عمل المركز خارج عمل منزل خارج الشيء التقريدي المتعود عليه الطفل اليوم صار في عندي خروج لأماكن بر خارجية من متاحة فطنية حديقة حيوان حدائق عامة مسابح إلى ما هنالك مراعاة للشروط الصحية لكل طفل مع الأمور العامة يلي تجنبا لأي عدوى أو أي فيروس لسمح الله بالإضافة لهيك عم بيكون في عنا ضمن شيء خاصصنا فيه هي المراقبة الجديدة ضمن مشروع الطفولة المبكرة للطفل من عمر السنة حتى خمس سنوات الأمهات أحيانا بيكون طفلهم عنده خلل ما عم بقدروا يشخصه أم عم يكتشفه يلا بكرة بيحكي عطيه بيض الفري عطيه مية الرز عطيه هاي الأشياء لا فيه شيء علمي اليوم مسبت نقدر نحن نشوف طفلنا وهي هدف المشروع الطفول المبكرة هو اكتشاف أي خلال نمائي عند الطفل ممكن يتعرض له قبل ما يدخل مرحلة رياض الأطفال نعم رحنا نتقل لأليك وعاد لنعرف هلأ كل اللي عم يتعبعنا عن قسم الطفولة المبكرة شو هو قسم الطفولة المبكرة وبيبلش بأي عمر؟ قسم الطفولة المبكرة بيبلش من عمر سيني لحتى الخمس سنوات نحن كتير عنا أطفال عنهم المشكلات خلال أزمة الحرب صحيح مثل التأخر النمائي وصعوبات النطق والتوحد وغيرها من الأمراض الثاني فبالتالي نحن بمشروع الطفولة المبكرة منهتم بهي الأطفال ومندرس حالتهم ومندعمهم نفسيا واجتماعيا وصحيا طبعا نحن عنا كتير برامج منشتغل عليها بمشروع الطفولة المبكرة عنا البرنامج المنتي سوري هو عبارة عن برنامج دمج حواس الطفل بعملية التعلم يعني نحن نخلي الطفل يتعلم من خلال حواسهم مثل حاسة اللمس مثلا كمان نحن في عنا برنامج لقلين دومين برنامج القراءة المبكرة طبعا نحن بهذا البرنامج لدينا مفردات ومنعلم الطفل صورة الكلمة أو شكل الكلمة أو رسم الكلمة وبالتالي الطفل بيخزن هاي الكلمة بدماغه وبشكل طبيعي مع مرور الوقت بتكتشفي بعمر ثلاث سنوات للخمس سنوات الطفل أصبح عنده مخزون لغوي كامل بدماغه وبيقدر أنه يكون نطقه سليم ومحادثته أيضا سليمة يعني مثل ما زكرتي صار فيه كتير خلال بلحظة من اللحظات مع أطفالنا وما منكتشفه سيد عقاب يعني أنتم من خلال قسم الطفولة المبكرة بتستقبلوا أطفال سليمين ما عندهم أي حالة ولكن أنتم بتشوفوا شو هو الخلل موجود في حال وجود خلال خلينا نوضح بشكل أفضل بالضغط كلامك مثل ما تفضلتي هو نحن أطفال مشروع الطفول مبكرة لأطفال سليمين لكن نرجع لفكرة عدم الوعي عند الأهل إذا الطفل عنده شيء أو ما عنده شيء أو إنكار مرحلة الإنكار عند الأهل إنه ابني ما عنده شيء بس بده يدخله بروضة طيب أنا اليوم بش إذا بقدر أعمل دراسة للروضات ممكن أكتشف كثير أطفال مسكة القلم لسه ما عندنيها يعني يصل لهم سنتين ثلاثة أبني بالروضة ابنك الآن السبب بده فرحة للتدخل مبكرة أي طفل عنده مشكلة سواء بالنطب أو صعوبة بالتعلم أو تشتت والإنتباه فرط حركة هيدا الطفل لازم يقدر يدخل لمركز تخصصي قبل دخول الروضة ودائما من ركز على دائما الأهل بيليك بدي يكتوب بدي يقرأ أبدا الأهم من كل القراءة والكتابة أهم شيء هو اليوم الدمج الاجتماعي رح نقول الأصول الاجتماعية كيف يقدر ينضبط أمام الناس كيف ينضبط إذا طلعنا لبر إذا كان في عندي جمعة مع أطفاله كيف يقدر يستثمر ألعابه ممكن طفل تسألي أبنك طب أبنك عم يلعب طريقة صحيحة يعني يعني يستثمر اللعبة صحيح يعني يقوله لا أمو شاغب يعني يخرب بيكسر يضرب بيضرب رفقاته ما إله أصحاب ما عندك أكوين علاقات اجتماعية فالطفل هون عنده مشكلة فهو بحاجة لتعلم مهارات ما قبل الأكاديمي ما قبل الأكاديمي هي من قصد فيها التنمية الفكرية التأهيل السلوكي ضبط السلوك إذا كان عنده طفل الأخور نمائي يصير في عنده برامج مخصصة لأن كل حالة أو كل طفل هو حالة استثنائية بحداتها حتى يقدر حط له برنامج يستوعب الطفل ونمشي معه على مدة خطط أشهر نعم يعني كثير من الأمور بتركزوا علي ضمن خلينا نقول هذا المشروع اللي يعنى بالأطفال ومتل ما بنعرف الأطفال هم خلينا نقول العناصر أو المخلوقات الحساسة شوي يعني ممكن تتأثر بالمحيط وهي من أشد وأذكى يعني برقتوا فورا قديش كمان بدهم عناية بدهم طريقة بالتعامل قديش لازم يكون في تعاون بينكم وبين الأهل بالبيت لتكمل العملية يعني لنوصل لنتيجة وعد تحكي لنا أيضا عن تواصلك مع الأهالي طبعا أنا من خلال العمل بمشروع الطفولة المبكرة نحن لما بيجينا الطفل نعمل على دراسة حالته وبالتالي نحن منتواصل مع الأهل ونبدأ نشتغل معه للطفل منهتم كتير بذاكرته البصرية والسامعية كمان نحن منهتم فيه من ناحية الصحة النفسية لأنه أكتر من الصحة الطبية أو العضوية لأنه هي الأساس أنه بتكوين شخصية هذا الطفل الموجود عندنا كمان نحن منهتم ببرامج كتير ومهارات كتير منعلمهم بطريقة غير تقليدية أبدا وبمعنى أنه تحاولوا تكونوا يمكننا مع كل التفاصيل اليومية نحن نحن بشخصية الطفل كشخصية نحن 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 بدعمه النفسي أهم من أكثر من دعمه نعم يعني في حال تم وجود خلل عن طفل من هذين الأطفال يلي مشاركين رح يكونوا معكم بهذه الدورات شو هي الخطوة التالية؟ هلأ الخطوة التالية بالإضافة لمشروع بدون القسم الطفولة المبكرة بعيدا عن هاي الخدمات كلها في عندي هي تعليم اللغات ومهارات الحساب ومرامج التفكير مهارات التفكير بمعنى حل المشكلات يعني الطفل اليوم إذا ممكن وقع شي من إيده فهو ما عرفه لمه فهو أنا بعتبره مشكلة ما عرفه يعالج هاي المشكلة هي شي تلقائي الطفل الطبيعي اللي تتطور نمائيا ضمن خطوات مدروسة أو ضمن بيئة صحيحة رح نقول فهو بمفروض يعالج هاي المشكلة إذا ما عالجه فأيضا بيكون عندي خلال من نحن بنعرف أن الطفل بيبدأ التكوين الشخصي طبعه أو تكوين نفسي طبعه من عمر يوم لما بيبلش أو من مرحلة جنينية بعض دراسات تقول من المرحلة جنينية هون بيبلش طفل يسمع في بلش يكون فإذا لاحظت أنا أي خلال عند الطفل يكون فيه خلال بالتربية بالبداية من المنزل بمعنى أن الأب والأم هن أكتر شخصي مؤثرين بنماء شخصية هيدا الطفل بالإضافة لهيك بدي يكون فيه عندي تأهيل للأهالي بمعنى أن يكون فيه عندي جلسات دائمة مع الأهالي جلسات مراعية لحتى يفهموا شخصية طفلهم وينطلقوا من نقطة الضعف عفوا من نقطة القوة ويرموا نقاط الضعف صحيح هون بيكون الطفل عندي يكون شخصية سليمة نشأ في فترة السنة للخمس سنوات بطريقة صحيحة قدر يكون مهارات أفضل بعيدا عن الاكتساب الإعلامي أو الإدمان الرقمي يعني منتشار بين كل الأطفال عمر السنة اليوم الطفل بتلاقي أول شي بيلفتهم الألوان الزوايا الشخصيات الكرتونية فبيبلش الطفل يكتسب من التلفزيون للأسف ويتكلم بالفصحة ويتكلم باللغة الفصحة طبعا أنت عم تحكي مثلي مثلك شو السبب لا بيبلش يقلد التلفزيون هون مهارات التقليد الأعمى من سرنية نعم يعني كمان مثل ما حكى الأستاذ عقاب دائما نحن لازم نكتشف نقاط الضعر للطفل لنقدر نحن نتجاوزها خلينا نقول ونحولها لنقاط قوة خلينا نحكي عن البرنامج اللي بتحطه دائما وكل طفل له خصوصية بالتعامل في أطفال خلينا نقول حركين شوي في فرض نشاط عندهم في أشخاص في أطفال بيعدوا لحالهم قداش مثل ما حكاتي مهم عملية دمج الأطفال هون مع أحد هون أيضا أكيد قداش الدمج هو الأساس وبعدين نحن نلتفت للأصاس الثانية في كتير من الأطفال عندهم مشكلة الخجل فنحن نعمل على هاي المشكلة أنه ندمجهم بضمن المجتمع كمان عندنا أطفال عندهم توحد صعوبات نطق تأخر نمائي فكل طفل له دراسة معينة لحالته ومنشتغل على الحالة هاي ويدعمه بطريقة نفسية وتعليمية بعيدا عن التعليم التقليدي طبعا يعني عدة أمور أيضا بيتم دائما الوضع اللي عين عليها وخاصة الميسان الأمور اللي بتخص الأطفال ومتل ما منعرف الأطفال يعني منرجع من قول أنه مو سهل التعامل معهم من أبك في صعوبات يمكن بيتعامل مع الطفل ودائما في خوف أنه شو نطرني من الطفل ويعترى هو صدقا رح يتطور أو ما رح يتطور وهي الأسئلة والاستفسارات بتكون عند الأمهات بشكل كتير كبير سيد عقاب كيف بتحاولوا تتواصلوا معهم كيف بتحاولوا تخبروهم أنه شو تطور ابنهم وأصلا في شي عام لتطور الطفل مفروض يكون موجود من عمر سنة إلى خمس سنوات يعني في نقاط عامة في وقت لا حكي الطفل في وقت لا لعبه مع أصدقائه في وقت معين لحتى أنه هو يصير يتأقلم مع وجوده لحاله ومن دون أهله مع أصدقائه كيف أنتو بتعرفوا هاي النقاط الأساسية وبي كل عمر شو لازم يسير هلأ إذا بنا نحكي عن تطور رنمائي أنا باعرف طفلي مثلا بعمر السنة ممكن بلس يحبي يمشي بلس يحبي ويمشي طفلي بعمر أربعة أو خمس شهور مفروض يقعد بنتوازن كامل بعمر السنة ونصف مفروض يكون عنده أقل شي تركيب جملة من كلمتين ثلاثة بعمر ثلاثة سنين أربعة سنين مفروض عم يكون جملة طويلة أربعة فما فوق المفروض عم يسرد خيال آه الناس هون دايما بيقولوا أنه على السنتين لازم يحكي قبل السنتين المفروض يحكي طفل طبيعي تطور النمائي قبل السنتين مفروض يحكي أقل شي كلمتين ثلاثة يعني يكون لك جملة نعم يعبر بدي كذا لكن هون بدي ينتبه إذا طفلي في عنده خطأ بالضمائر يعني ما بيقلك أنه أنا بدي أشرب أو ما بدي أشرب صير يقول لك مثلا هو بدي أشرب هو يشرب هو يشرب وحتى يقول لك أنا بدي فهم يبدأ مع الطفل مرحلة كثير مبكرة وهو يعملية التدخل مبكر بالنسبة لإستفسارات الأمهات هي هاجس عند الأمهات هاجس دائما بدون يعرفوك اليوم التطور مو بيوم وليلة لأنه هو دماغ عقل بشري شو عم بصير داخل الدماغ لكن أنا كيف يلمس النتائج من خلال الشي اللي بشوفه تطور ابني نعم انضباط سلوك النطق تحسن الضبط الاجتماعي التفاعل الاجتماعي مع البيئة مع المحيط ومن خلال التفاعل من خلال اللغة أكيد بدنا نشكر كثير بوجودكم معنا بدنا نشكر العمل اللي اللي عم بتقوم فيه موفقين بكل أعمالكم وضمن ظروفها أفضل وعد عيماد مشرفة قسم الطفولة في مشروع سبل وأيضا عقاب ناصر الحلب بمناصق أعمال مشروع سبل التنموي شكرا كثير بوجودكم معنا شكرا كثير لألكم شكرا